بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشواء الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحياكم الله صغيراتي مجددا في درس من دروس مادة الرياضيات اليوم بإذن الله لدينا درس جميل ولطيف اسم هذا الدرس الأنماط سوف نتعرف اليوم بإذن الله على ماذا تعني كلمة نمط وجمعها الأنماط بداية يا أولى كنا نشاهد هذه الحديقة الجميلة حديقة جميلة تحتوي على إرجوحة جميلة ولكن كان في هذه الحديقة مجموعتين مجموعة من الأولاد ومجموعة من البنات كان كل المجموعتين يريدون اللعب بهذه الإرجوحة ولكنهم اختلفوا مجموعة الأولاد تقول نحن من سنلعب أولا ومجموعة البنات كانت تقول نحن من سنلعب أولا واختلفوا كثيرا واختلفوا ثم بعد ذلك وصلوا إلى اتفاق جميل أن يبدأوا اللعب بالتناوب بينهم بحيث يبدأ اللعب ولد ثم بنت ولد ثم بنت ولد ثم بنت حتى تنتهي أعضاء المجموعتين إذن فبدأ الولد الأول باللعب لعب قليلا ثم ترك المجال لصديقته بدأت البنت باللعب حينما انتهت البنت بدأ أيضا الولد الآخر باللعب ثم البنت باللعب ثم الولد ثم البنت وهكذا حتى انتهى أفراد كل المجموعتين نلاحظ الآن يا أولى نلاحظ الآن أن المجموعتين بدأت بالتناوب ولد بنت ولد بنت ولد بنت هل بدأوا باللعب ولدين بنت ولد بنت بنتين ولد ملاخبط ولا مرتب أحسنتم مرتبين كانوا ولد واحد بنت واحدة ولد واحد بنت واحدة وهكذا هذا يا أولى ما نسميه بالنمط النمط هبارة عن مجموعة من الأشكال أو الأشخاص أو الأعداد تتكرر بشكل منتظم منتظم أنا شوفي ولد بنت ولد بنت منتظم أو لم لاخبطة منتظمة إذن هذا هو ما يسمى بالأنماط وهو ما سوف نتعرف عليه في درسنا اليوم إذن اليوم سوف نحدد الألماط سوف نحدد الألماط طيب كنا يا أولى نشاهد هذا بيت المكعبات الموجود أمامنا طيب نأخذ السطر الأول من بيت المكعبات السطر الأول من بيت المكعبات كنا نتأمل يا أولى هذا هو السطر الأول طلعنا هنا فوق شوفوا تأملوا شوفوا ألوانه أحمر أخضر أحمر أخضر أحمر أخضر أحمر أخضر يلاحظ أنها مرتبة ولا غير مرتبة مرتبة أحسنتم رائعين هذا هو ما يسمى بالنمط مجموعة هنا مجموعة من الأشكال تتكرر بشكل مرتب طيب وحدة النمط وحدة النمط اللي هي المجموعة الوحدة من النمط وش عندنا؟ أحمر أخضر هي اللي كل شيء نكررها هذه هي وحدة سنمط أحمر أخضر ثم نعيدها مرة ثانية أحمر أخضر ثم نعيدها أحمر أخضر ثم نعيدها أحمر أخضر وهكذا لو أبغى أكمل هنا بحط أحمر أخضر أبغى أكمل أحمر أخضر وهكذا واضح يا أولى سهل النمط ولا صعب سهل يلا خلونا ننتقل إلى الأمثلة طيب شوفوا هنا عندي يا أولى في السؤال الأول ولاحظ هذه المكعبات الموجودة عندي وش ألوانها أزرق أخضر أزرق أخضر أزرق أخضر إذن وش وحدة النمط الموجودة عندي أحسنتم رائعين أزرق أخضر هي اللي كله شوي نعيدها صح هذه وحدة النمط ثم نعيدها أزرق أخضر أزرق أخضر نعيدها طيب لو أنا أبغى أكملها يا أولى يلا خلونا نكملها اللي بعد الأخضر نحط إيش أحسنتم رائعين أزرق إيش قلتم أزرق يا خلص خلص النمط هذا أحمر أخضر أزرق نحيد مرة ثانية أخضر أزرق أخضر أزرق يلا كلنا نكمل في الأسفل نكمل في الأسفل هذا النمط يلا اتفقنا أننا لحين نبدأ باللون إيش الأزرق أحسنتم رائعين إذن سوف ألون المربع الأول باللون الأزرق لأنني أريد أكمال النمط ألون هذا المربع باللون الأزرق ولكن يا أولى خلوا تلوينكم أحلى من تلويني مرتب ولا تخلوني يطلع بره طيب انتهنا من الأزرق نروح للون اللي بعدي اللي هو إيش أخضر أحسنتم رائعين يلا أخضر لول مربع الثاني باللون الأخضر إذا طلعنا بره نمسح هذا هو اللون الأخضر طيب انتهينا من الأخضر نلون اللون اللي بعده بإيش نرجعنا هنا نمط من جديد أزرق أحسنتم رائعين إذن ولون باللون الأزرق وبعد ما انتهي من الأزرق يا أولى ولون باللون إيش الأخضر ممتازين ثم بعد ما انتهي من الأخضر ألون بال أزرق ثم أخضر أزرق أخضر حتى أن أنهي النمط حتى أنهي النمط إذن هذا أزرق ننتهينا من الأزرق ننتقل للي بعده لونه أحسنتم رائعين أخضر إذن ألون حسب النمط الموجود عندي النمط موجود أخضر أزرق إذن أنا ألون أخضر أزرق أخضر أزرق أخضر أزرق وهكذا حتى انتهاء المجموعة هنا أزرق هنا أخضر هنا أزرق خلاص انتهي واضح يا أولى واضح إذن هذا هو درس النمط 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 أن نكرر الشيء بشكل مرتب أخضر أزرق خلاص نكمل أخضر أزرق أخضر أزرق طيب أسألكم سؤال السؤال الثاني هنا السؤال الثاني وش الألوان الموجودة عندي أحمر أصفر طيب لو أنا أبغى ألون هنا أكمل ألون إيش أحمر أصفر أحمر أصفر أحمر أصفر واضح يا أولى سهل ولا صعب هذا هو درس النمط طيب أشوف السؤال اللي بعده هنا سؤال رقم ثلاثة وش يقول أصفر أزرق أصفر أزرق أصفر أزرق يلا أنا أكمل أحط إيش من الذكية اللي تعلمني آخر شيء أوقف توقفنا عنده الأزرق يلا أكمل أنا اللي بعد الأزرق إيش أصفر أزرق أصفر أزرق أصفر أزرق أصفر واضح؟ طيب آخر وحدة أحمر أخضر أكمل كيف أحمر أخضر أحمر أخضر أحمر أخضر وهكذا واضح يا أولى وهنا السؤال اللي هنا أنا أختار نمط من عندي أنتوش تختارين يعني مثلا أنا أريد أن ألون بنفسجي عفو أريد أن ألون بنفسجي المربع الأول والمربع الثاني أريد أن ألون أصفر إذن هذه هي وحدة النمط طبي أنا أخترتها أنا أخترت وحدة نمط بنفسجي أصفر بنفسجي أصفر طيب الآن إذا طلعنا نعيدها من جديد أو نمسح بس اللي طلعنا إذا طلعنا بر المربع نمسح أنا خليل تلوينها مرتاب شوفوا إذا أنا طلعت أمسح هذه طيب يلا الذكي يتعلمني إذا أنا خلصت الأصفر اللي بعده إيش بنفسجي أصفر بنفسجي أصفر وهكذا وضحي أولى درس النمط درس سهل وجميل وخفيف ولطيف إذن انتهى الدرس اليوم أراكم على خير في آمان الله أراكم على خير